اشتركوا في القناة ان شاء الله هنتكلم عن لوحة الاختبارات البريد بورت اللوحة دي بسيطة جدا ورغم من بساطتها وهي سهلة الا انها مهمة جدا جدا في تركيب الدوائر او اختبار الدوائر بمعنى صح وبدأ ان شاء الله من الدروس دي والدروس القادمة هنتطرق لبعض الادوات اللي هي المهم ان احنا نعرف نتعامل معها زي مثلا المالتيميتر هنتكلم شوية عن الفولت زي نعلي الفولت يعني شوية الحاجات اللي هي انه يعتبر مراجعة لدروس الفيزيال اللي خدناها زمان اماداتي وبعد كده ده مهم جدا جدا بحيث ان احنا نبتدي نركب الاردوينو او نعمل اجهزة ونبتدي مبرمجها وحنا فاهمين مش وحنا بس حفظين مجرد اكواد طيب انا بشكر الناس طبعا اللي بتبعتلي انا اسف لو انا يعني بتاخر شوية في الرد اعذروني بس ان شاء الله هحاول بقدر المستطاع ان انا ارد عليكم في اقرب وقت فعشان ما اطولش عليكم اكتر من كده يلا بينا نبتدي الدرس البريد بورد بكل بساطة هو اشبه بيه المشترك اللي انت ممكن توصل فيه بس بدلا بتوصل فيه مثلا اجهزة او الكلام ده لا بتوصل فيه سلوك وتدي مثلا على سبيل المثال الاقطاب الموجب والسالب وتبتدي ان انت تحط في هنا العناصر بتاعة الدارة بتاعتك وبتوصلها كلها ببعض فكرة البريد بورد بكل بساطة ان هو عبارة عن قطاعات يعني ايه قطاعات؟ يعني لو تلاحظ هنا مثلا ان فيه مثلا علامة الموجب وعلامة السالب وفيه هنا شوية ارقام تمام؟ فلو جينا مثلا هنا عند الموجب هتلاقي ان ايه؟ هتلاقي ان كل الموجب نور معناه ان انت لو وصلت مثلا على سبيل المثال القطب الموجب سلك خارج من الاردوينو مثلا خمسة فولت ووصلته هنا في الموجب معناه ان الكهرباء هتبقى ماشية في كل الحتة اللي هي الخضرة دي لا كل الحتة الخضرة دي هيبقى ماشي فيها الايه؟ الشحنة بتاعت الموجب ولو انت حطيت سلك هنا سالب يتبقى كل الشحنة هنا ايه؟ سالبة طيب وبعد كده بتبتدي توزعها لان دهية دي تعتبر بتكون مصدر الطاقة بتاعت الدايرة وبعد كده بتبتدي تحط العناصر بتاعتك وبتديها كهرباء وبتديها مقاومات ومكثفات زي ما انت عايز الفرق ان هنا بتكون اه مش بتقول لا مش بالعرض زي مسلا الموجب والسالب هنا لا بتكون بس على حسب العمود يعني كل عمود من ده لو انت وصلت له ايا كانت توصيلة مسلا كهرباء خمسة فولت هنا مسلا وهنا السالب فالنتيجة ايه؟ النتيجة ان مسلا هنا آآ على سبيل المسال بيكون القطب الموجب في كل ده في في الكم فتحة دول اللي هم النوارين بالاخدر دول ده انت لو خدت توصيلة من هنا وصلتها مسلا في الايه في رقم عشرين يبقى كل اللي بتطول دي وقدر قطب الموجب ولو انت خدت مسلا آآ توصيلة من السالب من هنا ووصلتها هنا يبقى كل ده اصبح سالب يبقى انت عندك هنا قطبين موجب وسالب طيب الموضوع محتاج طبعا ممارسة ومحتاج ان انت تشوف عملي بحس ان انت تفهم اكتر الموضوع ماشي ازاي فانا هارجع تاني هنا للكاميرا بتاعتنا وها هو هو ده البردة بتاعتنا او بردة الاختبارات بتاعتنا زي ما احنا شايفين طالعا في احجام في احجام صغيرة وكبيرة وزي ما انت عايز آآ وفيه ساعات احجام مربعة وفيه صغنونة يعني كل الاحجام موجودة انت معليك ان انت بس تحدد انت عايز ايه للمشروع بتاعك طيب خلينا كده نختبر خلينا نختبر كده هنا مثلا ونقول ان احنا آآ هنجيب هنجيب مثلا بطارية البطارية دي اللي هي تسعة فولت والبطارية دي فيها قطبين ادي قطب الموجب والقطب السالب انا هوصل الموجب بالموجب والسالب بالسالب وهبتدي مثلا اوصل مطور في اي واحد دور ونشوف آآ الكلام اللي انا بقوله ده هيكون ماشي ازاي آآ اوكي هنحتاج هنا التوصيلة هنحتاج بس الراز بتاعتها اللي هي بتركب فيها اهي الراز دي طبعا طبعا مشكلة انها مقصوصة شوية فانا هبقى ده هوصلها بسلك بس خليني آآ اركب طبعا الاقطاب بتاعتها الموجب في الموجب والسالب بالشكل ده تمام وبعد كده بوصلها بس بسサلكة عشان اطاولها شوية دايما بنلاقي يا جماعة ان آآ في سلكين السود واحمر اللي احمر بيكون هو القطب الموجب واللي هو السود بيكون هو القطب السالب دي في اغلبية التواصيلات او الكلامنا بتلاقوا بتلاقوا دايما الليونين دول اللي احمر موجب ولسود سالب طيب فانا يعني طبعا ما عنديش هنا مش لقيه الوان احمر و السود بس هخلي الموجة بيكون لونه اصفر والبني اللي هو السالب. طبعا انا كان عندي سلك اطول من كده مش عارف راح فين. بس هذا يؤدي بالغرض. المهم يبقى احنا كده معنا البطارية اللي هي التسعة ومتوصلة بالسلك. جميل جدا. دلوقتي على الحال ده او على الوضعية دي لو احنا جينا هنا وجينا مسلا عند اه اه طبعا احنا هنا عندنا عمودين بالمنزر ده احنا قلنا الكهرباء لما لو وصلنا في فتحة من دول بتروح داخلها فين في كل ده ده كأنه عمود حديد هنا وده عمود حديد هنا. وبعد كده الارقام دي عمود ايه صغيرة كده متوصلة ببعضها. لو جينا فكينا ده هتشوفوا المنزر اللي انا بقول لكم ده عليه بالزبط. طيب خليني بس ايه اوصل هنا. ادي القطب الموجب. تمام? ودي القطب السالب. على الحال ده وعلى الوضعية دي. هنا المفروض في كهرباء. تعال كده نجرب. وفي عندي مطور. مطور اللي هو اللعبة. طبعا المطور ما بتفرقش معاه سواء انت الاقطاب لو عكستها مش مشكلة. يعني انت لو حطيت هنا موجب وهنا سالب هيلف مسلا في الاتجاه ده. لو انت عكست الاقطاب هيلف الاتجاه المخالف. فمش فرقة. تعالوا كده نجرب. هدخل مسلا ادي الطرف ده هنا. ماشي والطرف ده في اي واحدة من دول مش هتفرق. يبقى واحد في السالب واحد في الموجب. وعشان ايه دي مغطية. اهو واحد هنا. واحد هنا تعالوا نشوف النتيجة. طبعا مش عايز اشغاله كتير لان النتيجة ان ممكن المطور يتحرق. لان هو دلوقتي الفولت. اه حوالي. طيب جميل جدا. يبقى ده اول دليل طيب. تعال كده نجرب ونحط مسلا المطور الطرف بتاعه في رقم كام. اه لو احنا قربت الكاميرا ده رقم اربعين. خليني احط مسلا الطرف ده في رقم اربعين. والطرف التاني في رقم مسلا خمسة واربعين. في حاجة هتحصل ولا اي حاجة هتحصل. ليه? لان ما فيش كهربا وصلة هنا. ومالك الكهربا دي هنوصلها منين? بنبتدي ناخد بقى من الكهربا دي ونوزعها زي ما احنا عايزين. طيب انا هجيب مسلا هجيب كده اه اطراف سلوك تانية اخرى. اوكي. مسلا ادي اهو الطرف الموجب. تمام? هحطه فين? هحطه في رقم اربعين. اي واحدة من رقم اربعين مش هتفرق. يبقى كده الموجب دلوقتي اهو. داخل من هنا ووصل لهنا. وده هذا هو مسلا الطرف السالب. اي واحدة مش فرق اي لان كل دي ماشي فيها السالب. بحطها هنا. وبعد كده بحطها فين? بحطها في الطرف الاخر. فاي فتحة اللي هي مسلا دي خمسة واربعين يبقى الاربعين موجب والخمسة واربعين السالب. لو انا بوصل. هتلاقي ان المطور فعلا اشتغل. طيب. جميل جدا. بكل ده ده الموضوع بكل بساطة احيانا بنلاقي ان مسلا ايه? افرد احنا عايزين نوصل الكهربا في الطرف ده. هل اجيب بطارية تانية وابتدي احط والكلام ده? لا. بكل بساطة هو ان انت بتوصل اهو طرف الموجب. في طرف الموجب. هنا كده بالمنظر ده. وطرف السالب في طرف السالب. اهو. كده اصبح عندك ايه? كده اصبح عندك وده زي ده. ده يعتبر العمود ده كده. الموجب بتاعه ماشي فيه شحنة الموجب. والسالب في شحنة السالب. كده اصبح عندك مصدرين طاقة. ده المصدر الاساسي اللي متوصل بالبطارية التسعة فولت. وده المصدر التاني. اللي امتداد لي. وفي الوقت ده تقدر ان انت برضو توصل توصيلاتك زي ما انت عايز. لو جينا مسلا اهو. انا بس بحاول ان انا اوريك الفكرة. هديني هاخد مسلا. اهو ده سلك ده. هحطه في اي واحدة من بتاعة الطرف الموجب اهو. وهحطه مسلا في رقم اه ده رقم كام? ده رقم حوالي عشرين. في اي واحدة من اللي هي العمود رقم عشرين. وادي الطرف السالب. وهحطه في اي واحدة. او او. مش مشكلة اده اتخلع. نجيب واحدة تانية. ادي الطرف السالب. وهحطه في اي واحدة من ايه? مثلا خلينا نقول رقم خمستاشر. اهو. يبقى السالب اللي هون بتوصل بالعمود بتاع رقم خمستاشر. والموجب بتوصل بالعمود رقم عشرين. لو احنا جبنا كده المطور. ايه دي طرف في واحدة من العشرين. وادي طرف في الخمستاشر. هتلاقي ان هو شغالي. طيب. جميل جدا جدا. ازا يبقى فكرة البريتورت بكل بساطة ان هي زي المشترك. اللي انت آآ بتوزع فيه الكهربا بتاعتك. وبتحط فيه العناصر. سواء مقاومات. سواء اي سي. سواء اي حاجة. والموضوع بيكون بسيط جدا جدا. يعني هي فكرة كباري. كهربا موجودة وعن بال انت بتوزع في الكباري زي ما انت عايز. طيب. ان شاء الله في الدروس القادمة. ده مش مش اغر مرة هنستخدم البريت بورد دي. لان في التطبيقات اللي جاية هنستخدم البريت بورد كتير جدا. واحنا بنجرب على المقاومات او المكسفات. لان زي ما قلنا دي اسمها الوحة التجارب. طيب ان شاء الله طبعوا معايا كده خلصنا الدرس ومفروض ان الدرس بسيط. بس بدءا من الدرس القادم ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نستخدم المالتيميتر. وده مهم جدا جدا واحدة مقياس. آآ لان من غير المالتيميتر انت مش هتعرف الكهرابة اللي جاية لك قد ايه. وبعد كده هنكمل مع بعضينا في آآ دورة بتاعتنا. انا بشكركم جدا جدا على المشاهدة. وسمحوني لو في اي تأخير او اي حاجة. ومنتظر ان شاء الله برضو اسئلتكو. وهحاول ان نرد بقدر مستطاع في اسرع وقت. واشوفكم ان شاء الله حلقة قادمة. والسلام عليكم. شكرا جزيلا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر